النهاردة انا جاي اكلمك عن مشكلة بتوجه كتير من منشئ المحتوى على منصة اليوتيوب والمشكلة دي مرتبطة بدخولك عن طريق ستوديو اليوتيوب من جوجل كروم لو انت مشوفتش الفيديو اللي شرحت لك فيه ازاي تقدر تدخل على ستوديو اليوتيوب من جوجل كروم عن طريق الموبايل هتلاقيني يساقب لك الفيديو في علامة الاي وبرضو هتلاقيه في صندوق الوصف الفكرة ان منشئ المحتوى بعد ما بيدخل ستوديو اليوتيوب من جوجل كروم احيانا بيلاقي وجهة الستوديو باللغة الانجليزية زي ما انت شايف كده. وعشان خاطر تقدر تغير وجهة الستوديو من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية. بيقضي يلف حواليه نفسه عشان خاطر يقدر يغير اللغة. وفيه منشئين محتوى كتير مش بيقدروا يغيروا اللغة. عشان كده انا النهاردة جاي اقول لك هعلمك ازاي تقدر تغير اللغة من داخل من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية ولكن في البداية قبل ما ابدأ الشرح لو انت لسه جديد معنا ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجراش انه وصالك كل جديد ولو انت قديم معنا ما تنساش دعمنا باللايك وكومنت. طيب مبدعيا كده لما بنيجي ندخل على اليوتيوب بنكتب على يوتيوب. وده اللي احنا هنعمله عشان نغير اللغة من الانجليزية للغة العربية. ولكن لو جت دخلت كتبت بيكون ظاهر لك بالواجهة دي عشان خاطر تقدر تفتح الاستوديو على طول. ولكن هنا عشان خاطر تقدر تغير اللغة من الانجليزية للعربية هتلاقي هنا مش متاح لك خانة تغيير اللغة. يعني زي ما انت شايف كده مش متاح لك هنا خانة تغيير اللغة. تغيير اللغة مش موجود وهكزا. طيب انا هنا هغير اللغة من الانجليزية للعربية ازاي? انا لو شغل من على الكمبيوتر قادر اعمل كليك يمين وادوس على كلمة ترجمة الى العربية. بكده اكون انا قدرت افعل الترجمة على الاستوديو او على الكمبيوتر من خلال الكليك. طب انا لو على الموبايل ممكن اعمل ايه? غير الشرح اللي احنا هنشرحه مع بعض دلوقتي. انا ممكن ادوس على التلات نقط من هنا وبعد كده ببتدي ادوس على كلمة ترجمة. وهكزا بيتم تغيير اللغة من الانجليزية للعربية عن طريق الموبايل. فدي الخطوة عن طريق الكمبيوتر. ودي الخطوة عن طريق الموبايل. طيب انا عايز اغير من غير ما اعمل كليك. وغير الوجهة بصفة عمامة. انا كل اللي انا هعمله هكتب في البحث كلمة يوتيوب. وبعد كده هدخل على صفحة اليوتيوب. احيانا ممكن يوجيعك على صفحة اليوتيوب عن طريق الموبايل. كل اللي انت هتعمله هتدوس على التلات نقطichte وتعمل الازدار في سطح المكتب او الازدار بشكل سطح المكتب طيب بعد ما انا دست الاصدار بشكل سطح المكتب هدوس على صورة القناة بالطريقة دي وبعد كده هبتدي انزل تحت هلاقي عندي او اللغة هدوس عليها او هدوس على السهم اللي جنبها بالطريقة دي بعد كده هبتدي انزل 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 لحد ما لاقي كلمة العربية هبتدي دوس على اللغة العربية وبكده ارجع تاني على اليوتيوب وابتدي اعمل بحس بالطريقة دي وكده هلاقي اليوتيوب تحول باللغة الانجليزية بطريقة مباشرة او باللغة العربية بطريقة مباشرة كده انا مش محتاج ان انا اعمل اي حاجة تاني مش محتاج ان انا اغير اه اللغة في الموبايل لان اللغة في الموبايل ممكن تكون عربية بتلاقي اليوتيوب بالانجليزي مش محتاج ان انا اعمل اي حاجة تانية الاستوديو الاستوديو استوديو اليوتيوب من جوجل كروم او استوديو اليوتيوب اللي هو التطبيق تقدر تغير اللغة من خلال الابليكيشن نفسه. ولكن انت عشان تقدر تعملها من جوجل كروم لازم تتبع نفس الخطوات اللي انا قدت لك عليها. طبعا في عندنا ميزة جديدة وهي جوجل اه اه او براند دي هنبتدي نشرحها بس هي لسه ما ظهرتش في اه الشرق الاوسط كي ظهرها في دول معينة. في برضه عندنا تحديثات تانية هتم. والفيديو اللي جاي هشرح لك التحديث مهم جدا خاص بالتواصل مع الدعم الفني. طبعا اه انتظر معايا الفيديو اللي جاي لان التحديث ده هيكون مهم بطريقة جبارة لمنشئ المحتوى. والتحديث ده الى الان موجود في دول معينة. مش موجود داخل مصر. عشان كده انا في الفيديو اللي جاي هقدم لك نصيحة. اتمنى انك تستفيد بيها. اه في نهاية الفيديو اتمنى يا ديتل عجبك الفيديو. ما تنساش دعمنا بلايك واشتراك في القناة والفعل زر جرس عشان وصلاة كل جديد. وستنونا فيديوهات تاني كتير. ولو عندك اكتر احد الفيديو اللي جايه. عندك اي مشكلة سبعنا في التعليقات. سلام.